انت ايه الحاجات الغلط اللي احنا من اللي احنا قلناها ايه للأكلات الدسمة؟ وانت بتقول الأكلات الدسمة؟ لا 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 انا بقى من كل الحاجات معدى الأكلات الدسمة اه يعني انا باكد شاور تقريباً خمس ست مرات في اليوم بموايا ساعة؟ بموايا ساعة طبعاً بموايا ساعة طبعاً بالجو حرف عايز ارتب اوكي طبعاً انا عرفت بعد كده دلوقتي النهاردة ان هو بيخلي الواحد يعرق اكتر بموايا خارفة بيفقد سوائل من جسمه اكتر بزبط واحنا في الصيف مينفعش عشان ده بيعمل غلط متابقاً بحاجة ان انت تعوض السوائل دي بشربه ميا كتير جداً بزبط واحنا أغلبنا ما بيشربش ميا كتير اساساً بس انت ولا بترش ميا ع السرير ولا لا ما انا باستحمى بقوم داخل ع السرير عالطول اه فا كده كده هتحش؟ وانتكيب ببقى شغال ويعني أبصوا أنا تقريبا عملت كل الحاجات أنا أضمروا لي أحلامي وطموحاتي المهارة طب تخيل أنا بقى يعني بعمل حاجة واحدة غلط في الحاجات اللي إحنا قلناه إيه بقى وإيه الأكلات الدسمة بس صغير كده أنا باستحمى سيف شتة لازم باستحمى مية دافية مقدارش أستحمل خالص بتغطى بشغل التكيف بس باتغطى مقدارش خالص أستحمل الهوى كده ضارب فيه يعني متعودة من وانا صغيرة بس باتغطى يعني حتى في الصلاة كنت هقول بس تغطى بس تغطى حلو والتنين برضو كويسي بس تعاشر طبع في الصلاة مثلا لما بطلع مثلا أنه مش مشغل التكيف برا بقى المروحة شغالة وما قاعد على اللابتوب لازم المروحة تبقى عليها دايركت بس داقلت إنما تروح وترك ما هو أنا ما أنا عارف وأنا عمال أقول أنا جسم مكسر ليه وبقى أم مش قادر لما أنا فهمت دلوقتي وأنا قلت يمكن عشان الجو والحر فأنا ببقى قام همدان قام متكسر بطني واجعاني الكلام دا هو تقريبا طلع علشان أنا دا برد دا بقى أقول إيه بالضبط كمان يعني يعني بصوا مثلا أنا عامر ما شاء الله يعني هم مهتمة بصحته ورغم كده لأ هو بيتعبوا التكيف فما بالك بقى بالناس اللي بتاكل كتير وما بتروحش تتمرن وما بتروحش تلعب رياضة وما بتشربش المية كتير فاهمني فتخيل بقى لو يعني تعرضوا التكيف أو تعرضوا المروحة فلايزم نخدي بيتنا مقبلنا من صحيحنا يا جماعة